يسعد مساكم ورمضان كريم ومبارك اهلا بكم بقناتي كل شيء مع نغم اليوم راح نسوي اياكم ان شاء الله اهم وصفة اللي لازم تكون على المائدة في رمضان اللي هي اكيد حلاوة التمر او التمر بشكل اساسي لازم يكون على المائدة التمر واحنا هنا نحبينا ان نسويه بعدة اشكال وبداية بعد ما نظفنا التمر من النوع راح ابدي اخلي ملعقة تقريبا من الزبدة او السمنة يعني الدهن ننتظر عليها الذوب وبعدين راح نجيب التمر نخليه بالطواع يعني ننطيله يعني هالشكل حمسة خفيفة وجرد بس يختلط ويا الزبدة او الدهن ونعجنا ونخلي له اكيد شنو القرفة او الدارسين احنا بالعراق نسميه الدارسين وباقي الدول يسمو القرفة هذا اهم جزء طبعا من باكيت واحد ما التمر اني سويت اربع اشكال من التمر كيف يعني هذا ثلثين التمر اخدته راح اسوي بهالشكل وباقي عندي جزء يعني تقريبا ثلث الباكيت خليتها على صفحة ان شاء الله راح نسوي به اللوتوس يعني زبدة اللوتوس بالتمر وراح تطلع عدكم فتشي كلش روعة اني مجربتها كلش طيبة وراح اخلين مقدار نسخة شوقة من الطحين كلش كافية لان احنا مريد طعم الطحين يعني يطلع بيها ظاهر فهاي النسخة شوقة تفي بالغرض وتطلع روعة وراح نعجنها السريع على مود متل شاعدنا بالطاوة مجرد دفيناها واختلطة المواد قدنا وبهالشكل اصبحت جاهزة هسا راح ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي نكورها بهالشكل هذا قسم من عدها اني راح اسويها بدون ما احشيها ديكون راح اخليها بالسمسم ونخلي بيها الراشي والقسم الاخر راح ابدي احشيها بالبجوز او عين الجمل بهالشكل احنا ببغداد نسميه البجوز او جوز باقي الدول يسموه عين الجمل وبهالشكل اقفل عليها واكورها وتصبح عندي جاهزة طبعا هاي نعيمة تمر كانت كلش منتازة وايضا هاي الحشوات اللي استعملتها اني روعة روعة ما شاء الله عليهم كلش طيبين اتمنى عن جد ان تجربوها وتشوفون اش قد هي طيبة واكيد غنية بالفيتامينات التمر شي اساسي بالحياة بوصفات رمضانية وايضا حتى بالايام العادية لان التمر يعني الفوائد مالتها لا تعد ولا تحصى الجزء الاخير اللي قلت لكم الثلث الاخير اللي عندي راح اخليه بس بدون ما اخلي علي لا دهن ولا زيت ولا زبدة ولا ايشي راح اكتفي بملعقتين من زبدة اللوتوس فقط لا غير لان اساسا زبدة اللوتوس هي بها زبدة هي اسمها زبدة اللوتوس فاكيد هي غنية بالزبدة ايضا راح اخليها على نار خفيفة بين ما تمتزج عندي زبدة اللوتوس ويه التمر وها هي تصبح جاهزة وبهالشكل هذا راح نبدي انجهز الاشكال مالتنا بين ما شوية تبرد عدي زبدة اللوتوس راح اكمل تشكيل الكورات مال التمر اللي حشيناها بعين الجمل او بالجوز هنا عندي الفستق طاحنته وايضا عندي مبروش جوز الهند وبسكت اللوتوس ايضا طاحنته بمحاضرة الطعام وعدنا السمسم وبهالشكل هذا راح تكون جاهزة عندي بس حاولوا ان لا تخلوها كلش تبرد لانه بعد ما راح تمتص يعني ما راح يتلوث بها الجوز الهند او اللوتوس او الفستق يعني من تبرد بعد ما تلزم لازم تكون دافية وانتو تشتغلوهم بها لا بهي باردة ولا هي حارة اكيد واحنا نجزء الاخير اللي هو راح نخليه بالسمسم طبعا السمسم قاني حمسته شوية اطباخ لازم واحد ينطي حمسة خفيفة ينطي لطعم غير شكل وبهالشكل هذا راح نكمل باقي الكمية مالتنا شوفي من يبرد يعني مو بسهولة يبدي يلزم عمان هو دافي بس مو دافي دافي كلش يعني لو كان اكثر على حرارة كان يلزم السمسم اكثر بي وهي شكلها بكل جزين هسه راح نبدي نشتغل بالتمر وزبدة اللوتوس طبعا هي دافية لازم نشتغلها على السريع هنحاول انه متبرد ويانا واني خليتها على ورق مع الزبدة على مود من افتحها يعني اريدها طبقة خفيفة فمن راح افتحها راح اضخط عليها بايدي وبعدين افتحها بالشابك حتى هنانا احصل على طبقة خفيفة رقيقة ونبدي نحشيها بسكت اللوتوس يعني التمر مالتنا هم خلينا منع الجنة خلينا بيع الطباخ زبدة اللوتوس وايضا هسه من نجي الريد انشكله راح نصفط عليه بسكت اللوتوس طبعا هاي طعامها فتشي روعة روعة كلش طيبة واذا ما متوفرة عندك زبدة اللوتوس ممكن ان تخليها بالدهن العادي مثل ما سويناها بالخطوة الاولى وتستعملين اي نوع بسكت عندك متوفر مو شرط الا اللوتوس اي نوع ممكن بسكت شاهين بسكت ماري شمائل اي شي ممكن ونفس الشي صفطيها وتلفيها وتكون عندك ايضا هم شكلها وطعامها كلش طيب المهم هو يصير عندك نوع من التغيير بس اذا كانت متوفرة عندك زبدة اللوتوس واللوتوس وتسويها بهالطريقة فطعامها فتشي روعة روعة بس دائما يعني اكو بديل بالحياة كل شي بالحياة اكو بديل وهاس راح اشيل زايد اهنان عندي اكوره واخليه بالبسكت مع اللوتوس لان احنا ما نذب اي شي التمر ما نذب خاصة انه احنا خالين ويا زبدة اللوتوس وايضا هسا احنا اه مثل ما يقول عندنا هواية شغلات ممكن ان استفاد من عنده وهو التمر اكيد مغذي ومفيد كلش مفيد للاطفال واللي الكبار وراح ابدي اخلي البسكت اللي اني طحنته بها الشكل هاذا عنا مود شنو؟ عنا مود اه يعني انطيله في ديكور اللوث هالشكل بالبسكت واكيد زايد مالبسكت ماذب بي تحت ضيم بي بفد كيس او فد قلبه لان ممكن ان نستفاد من عنده بحلويات رح نسويها اخرى شوف الشام طبعا انا استعجلت عليها وقطعتها لكون انها انا اريد اكمل الوصفة مالتي وياكم حتى انزل الفيديو بس اذا انت ما مستعجل عليها خليها بالثلاجة وبعدين تعالي قطعيها تطلع ايضا نروعة اخر شي هسا بقعدنا لازم نخلي الراشي وايضا هاي الطريقة كلش حلوة وكلش يعني روعة وايضا الطعم هم كلش كلش طيب التمر ويا الراشي كلنا نعرف يعني هاي التمر والراشي اكلته اجدادنا وابهاتنا يعني الله يرحمهم كلش يعني خلوهم ندبسوا راشي ويعكلوهم بس احنا دا نسويوية التكنيكات الحديثة فدا نبتكر ونسوي الموديلات واشكال جديدة حتى نشجع اولادنا اطفالنا انه يحبون ان يأكلون التمر لانه هم متجين على الحلويات فالتمر مفيد كلش مفيد فبهالشكل هاذا نخليهم يحبون التمر وايضا الصفرة مالتنا على المائدة اكيد متوفرة هاي المواد بكل بيت وان شاء الله اجبتكم الوصفة مالتنا واذا حبيتو الوصفة مالتنا فاكيد لا تنسون دعمكم للقناة وتخلونا لايك واذا قدرتو تشيلون الفيديو بين الاهل والاصدقاء اكون لكم ممنونة مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صال مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان رقيق كيف حلال كيف يلقف اشتركوا في القناة